في النشاط البرلماني عقد المجلس الشعبي الوطني اليوم جلسة عامة مخصصة لتوجيه أسئلة شفوية لسبعة قطاعات تتعلق بالنقل، السكن والعمران والمدينة، الري، الشباب والرياضة، الطاقة والمناجم، العدالة والمالية وفي رده على سؤال شفوية أكد وزير السكن أن عملية توجيه مكتتبي عدل يتم بصفة آنية ووفق معايير مدروسة وزير الرأي من جهته أكد أنه تم إصدار تعليمات وزارية مشتركة تتضمن معالجة رخص حفر الأبار في أجال لا تتعدى ثلاثين يوما وإعادة النظر في منح الرخص للفلاحين الذين جفت أبارهم وزير العدل حافظ الأختمة كده أنه سيعاد النظر في الإشكالات التي تعرقل تنفيذ الأحكام القضائية وأنه سيتم إدراج أحكام جديدة في مجال تنفيذ الأحكام في الأجال المقررة من قبل المحضر القضائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر